موسيقى هذا البرنامج برعاية QNB أسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائنا المشاهدين حلقة جديدة من عين على قطر هي الأخيرة في العام 2023 نرصد من خلالها أبرز المحطات الاقتصادية التي عاشها الاقتصاد القطري في العام الجاري قطر عاصمة للسياحة العربية وإكسبو الدوحة يستقطب نحو ثلاثة ملايين زائر وقطر للطاقة ترسي عقودا بعشرة مليارات دولار أمريكية ضمن مشروع تطوير حقل الشمال وفائض الموازنة القطري يسجل فائضا بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الجارية بـ 41 مليار و700 مليون ريال قطري ومصرف قطر المركزي يجاري الفيدرال الأمريكي رفعا وتثبيتا في العام 2023 والمحافظ والمؤسسات الخليجية والأجنبية تدعم التدولات في البورسة القطرية كانت هذه أبرز عنوين محطة حلقتنا البانورامية نبدأها بقطر للطاقة التي أرست عقودا في قطاع المشتريات والهندسة بنحو عشرة مليارات دولار وذلك في إطار استراتيجية تطوير حقل الشمال قطر باتت على مقربة من افتتاح المرحلة الأولى لرفع طاقتها الإنتاجية من غاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن إلى 110 ملايين طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال في التقرير التالي رصد لأبرز المحطات الخاصة بقطاع البترو كيمويات لقطر في العام 2023 كما كان مخططا قطر للطاقة وصلت ترسية عقود تطوير حقل الشمال مع شركاء دوليين خلال العام 2023 كان أبرزها عقد الهندسة والمشتريات والإنشاءات الرئيسية في مشروع حقل الشمال الجنوبي مع شركة تكنيب إنرجيس واتحاد المقاولين بقيمة عشرة مليارات دولار ويضم المشروع خطين عملاقين لإنتاج الغاز الطبيعي المسال بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 16 مليون طن سنويا بالإضافة إلى المنشآت المرافقة لمعالجة الغاز واستعادة سوائل الغاز الطبيعية واستخراج الهليوم وتكريره بالإضافة إلى مرافق احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه في مدينة راسلفان الصناعية قطر للطاقة تحتفظ بحصة 75% من مشروع تطوير القسم الشرقي لأكبر حقل غاز منفرد بالعالم وتوزع الحصة المتبقية 25% على شركاء دوليين لزيادة الإنتاج من 77 مليون طن حاليا إلى 110 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال بنهاية عام 2025 بتكلفة تقارب 30 مليار دولار وعلى ذات المنوال وبذات النسب توقع مع عدد من شركاء المرحلة الأولى لتطوير القسم الجنوبي للحقل لرفع الإنتاج إلى 126 مليون طن سنويا بنهاية 2027 بتكلفة تزيد عن 16 مليار دولار قطر للطاقة تبدأ بتسويق إنتاجها المستقبلي من الغاز المسال وكانت البداية باتجاه الصين بعقد يمتد لأكثر من 27 سنة وألمانيا لنحو 15 عاما قطر للطاقة تواصل توسعها الاستكشافية والمشاركة في الإنتاج في العالم مع شركاء دوليين وتصل إلى السواحل البرازيلية والكندية والمصرية ونميبيا بإجمال 18 منطقة استكشافية حول العالم إلى القطاع المالي والمصرفي مصرف قطر المركزي يجاري الفيدرالي الأمريكي في العام 2023 رفعاً وتثبيتاً في المقابل القاعدة النقدية تراجعت خلال العام الجاري مقابل ارتفاع قياسي للسيولة المحلية بينما أذون الأخزانة التي يصدرها مصرف قطر المركزي لبنوك المحلية بلغت مليار ونصف المليار ريال حتى سبتمبر من العام 2023 التقرير التالي يرصد لنا أبرز محطات مصرف قطر المركزي مصرف قطر المركزي في عام 2023 يواصل في سياسته النقدية بمجارات الفيدرالي الأمريكي بغرض ضبط معدلات التضخم من خلال الرفع والتثبيت لمعدلات الفائدة بنهاية العام أبقى مصرف قطر المركزي على معدلات الفائدة بواقع 5.75% على الإيداع و 6.4% على الإقراض وذلك للمرة الثالثة على التوالي في نوفمبر ارتفعت أصول مصرف قطر المركزي بنسبة 14% على أساس سنوي إلى نحو 300 مليار ريال وهو الأعلى على الإطلاق بدعم من ارتفاع احتياطي الذهب إلى 23 مليار و 700 مليون ريال وزيادة الاستثمار في سندات وأذون الخزينة الأجنبية إلى نحو 136 مليار و 700 مليون ريال أما في أكتوبر فقد ارتفعت قيمة السيولة المحلية في قطر بنسبة 2.17% على أساس شهري إلى نحو 721 مليار و 300 مليون ريال بدعم من زيادة الودائع في وقت تراجعت القاعدة النقدية في قطر خلال شهر أكتوبر من عام 2023 بنسبة 4.17% على أساس شهري إلى 94 مليار ونصف المليار ريال وفي سبتمبر بلغ إجمال إصدارات المركزي القطري من أذنات الخزينة قصيرة الأجل مليار ونصف المليار ريال بمتوسط عائد قدره 5.75% ولعل واحدة من أبرز المحطات لمصرف قطر المركزي في العام 2023 هو إطلاق النسخة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية للقطاع المالي والمصرفي هذه الاستراتيجية التي تركز على الابتكار ومزيد من الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني يتوقع لها أن تضيف إلى القطاع المصرفي نموا بمركبا بنحو 14.17 نقطة المئوية وصولا إلى نحو 84 مليار ريال مصرف قطر المركزي يطلق الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي والتي تمثل خارطة طريق لتحديد الفرص وتجاوز التحديات المتوقعة بما يخدم تقوية القطاع المالي وتعزيز نمو الاقتصاد وتحقيق الاستقرار المالي من خلال وضع إطار عملي رقبي يتميز بالمتانة والفعالية مما لا شك فيه فإن أسواق رأس المال هي المرآة العاكسة لحجم اقتصاد الدولة لذلك عليها أن تواكب التطورات وذلك من خلال خلق السوق تساعد على تنوع مصادر التمويل وتعطي مجالات أوسع للمستثمرين المحليين والأجانب وتساهم في زيادة السيولة المتداولة وتعزز من نشاط السوق بما يخدم أكبر عدد من المستثمرين ويجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية الأجنبية وتستند الاستراتيجية إلى أربع ركائز رئيسية هي القطاع المصرفي والتأمين ومنظومة الخدمات المالية الرقمية وأسواق رأس المال تدعمها خمسة محاور مشتركة تتعلق بالحوكمة والرقابة التنظيمية إلى جانب تعزيز دور التمويل الإسلامي والابتكارات الرقمية والتكنولوجيا المتقدمة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاستدامة إلى جانب المواهب والكفاءات إن هذه الاستراتيجية تعتبر خارطة طريق للمستقبل تشمل جميع جوانب منظومتنا المالية والتي من شأنها أن تضعه في موقع الرياضة في المنطقة وبناء على هذا الأمر أريد أن أؤكد التزام كافة البنوك القطرية على تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي وأننا في مجموعة Q&B سوف نقوم بأسرع وقت بمراجعة شاملة لإستراتيجية البنك وخطة العمل لتحقيق هذا الهدف والإستفادة من فرص التي ستنتج عن هذه الاستراتيجية الجديدة جوانب الحوكمة مهمة جدا في ضبط الرقابة والضوابط التشريعي والرقابي على مستوى القطاع المالي بصفة عامة سواء القطاع المصرفي أو قطاع شوق رأس المال وزيادة مستويات الكفاءة والشفافية وتعزيز أيضا القدرات الحالية في مجال التكنولوجيا المالية والحوكمة المتعلقة بالتكنولوجيا المالية أيضا وتقدر الاستراتيجية ارتفاع المساهمة الإجمالية للقطاع المالي بنحو 45% ليتصل إلى نحو 84 مليار ريال وبمعدل نمو مركب يزيد عن 4.7% على الرغم من تبني المركزي لسياسات النقدية المتشددة صعدت بأسعار الفائدة إلى مستويات قياسية توازيا مع توسيع الشمول المالي وتعزيز دور الإشراف والرقابة على المؤسسات المالية التي تزيد قيمة أصولها حاليا عن التريليون وتسيمئة وخمسين مليار ريال قطري دائما مع القطاع المالي والمصرفي هذه المرة مع الموازنة العامة لدولة قطر والتي حققت فائضا بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام 2023 فائض بلغ تقريبا 41 مليار و700 مليون ريال في المقابل كان لدينا تراجعا في الإرادات عند التسعة وسبعة أشار النقطة المئوية حققت موازنة قطر في الربع الثالث من عام 2023 فائضا بقيمة 12 مليار ريال بينما صعد الفائض بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى 41 مليار و700 مليون ريال وفق بيان لوزارة المالية القطرية ودعم الفائض في الربع الثالث تراجع إجمال المصرفات بنحو 14.17% على أساس ربعي إلى 49 مليار و800 مليون ريال في المقابل سجلت الإرادات الإجمالية تراجعا بنحو 9.17% إلى 61 مليار و800 مليون ريال بضغط من تراجع الإرادات غير النفطية بنسبة 82% إلى 5 مليار و100 مليون ريال بينما سجلت الإرادات النفطية نموا بنحو 49% لتصل إلى 56 مليار و700 مليون ريال هذا وبلغ متوسط سعر برميل النفط في الربع الثالث من العام الجارية 85 دولار وتسعة سنتاء بالموازنة القطرية بينما بنيت موازنة العام 2023 على سعر مرجعي قدره 65 دولار للبرميل أما فائض ميزان المدفوعات القطري فقد ارتفع في الربع الثاني من عام 2023 بنسبة 104% على أساس سنوية إلى 7 مليار و860 مليون ريال وذلك بدعم من خفاض عدز الحساب الرأس مالي والمالي بنسبة 65% إلى نحو 20 مليار و400 مليون ريال في المقابل تراجع فائض الحساب الجارية في الربع الثاني من عام 2023 بنسبة 50% وصولا إلى 31 مليار و300 مليون ريال هوامش واسعة تحرك فيها المؤشر الخاص ببرصة قطر في العام 2023 ما بين الارتفاعات والتراجعات الحد أحيانا كان للمحافظ الأجنبية والخليجية الدعم الرئيسي والمباشر لاختراق العديد من المستويات الفنية العام 2023 شهد حيوية في الإدراجات قياسا بالسنة 2022 كان لدينا إدراج لشركة المحار القابضة وكذلك ميزة القطرية على وقع تقلبات أسواق رأس المال في العالم ومخاوف تباطئ النمو وتقلبات أسعار الخام والتشدد في السياسات النقدية للبنوك المركزية في العالم تحرك المؤشر العام لبرصة قطر خلال عام 2023 ضمن هوامش واسعة لامست مستوى الأحد عشر ألف واربعمائة واربعة وثمانين نقطة في يناير نزولا إلى أدنى مستوى عند التسعة ألاف ومائتين وستة وتسعين نقطة بشهر أكتوبر الفين وثلاثة وعشرين وذلك بضغط من مبيعات المؤسسات المحلية العام 2023 شهد إدراج أسهم شركة ميزا والمحار القابضة إضافة إلى رفع نسبة تملك غير القطريين في عدد جديد من الشركات الجديدة إلى ما نسبته مئة في المئة من رأس المال إلى جانب منح عدد من الشركات الجديدة ترخيص صانع السوق فاصل قصير أعزائنا المشاهدين نعود بعده لاستكمال فقرات حلقة عين على قطر البانورامية لا تذهب بعيدا ابقوا معنا هذا البرنامج برعية مرحبا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين بزخم المونديال تم إعلان قطر والدوحة عاصمة للسياحة العربية في العام 2023 وذلك للترويج للسياحة العربية من خلال العاصمة القطرية الدوحة قطر تستهدف 12% مساهمة للقطاع السياحي وقطاع الخدمات في الناتج المحلي ولديها استراتيجية سياحية لاستقطاب أزيد من 6 ملايين سائح وزائر حتى العام 2030 توجت منظمة السياحة العربية الدوحة عاصمة لسياحة العربية للعام 2023 تتويج وضع الدوحة على خارطة السياحة العربية والدولية كمقصد سياحي متنوع المنتج والمعروض الذي يحمل إرث المنطقة وثقافتها ويعكس حالة المدنية التي وصلت إليها من خلال تسخير الموارد المالية من قطاع النفط والغاز لتنويع مصادر الدخل من قطاعات غير تقليدية وعلى رأسها السياحة والترفيه وتعمل قطر على زيادة مساهمة قطاع الصفر والسياحة إلى 12% في الناتج المحلي الإجمالي وقد مهدت لذلك بالسماح لأكثر من 90 جنسية حول العالم الدخول إلى الدولة من دون تأشيرة وتطوير منصة هيئة الإلكترونية بما يسمح للجميع الحصول على تأشيرة خلال 48 ساعة إضافة إلى تمديد تأشيرات أزيد من مليون ومئتي ألف سائح زارت دوحة خلال المونديال حتى نهاية مارس 2024 وذلك لزيارة معرض إكسبو الدوحة الممتد على مدار ستة أشهر من أكتوبر القادم قطر المصنفة من بين الدول المصدرة للسياحة عملت على مدى سنوات لتطوير بنيتها التحتية السياحية وصولا إلى نحو 38 ألف غرفة فندقية وتستهدف سياستها السياحية تنويع الخيارات السياحية باتجاه أنماط غير تقليدية وتخطط في المقابل لجذب أكثر من ستة ملايين سائح وزائر دولي سنويا بحلول عام 2030 قطر في العام 2023 كذلك تنظم إكسبو الدوحة لألبستنا هذا الإكسبو والمعرض الهام الذي يجمع أزيد من ثمانين دولة حول العالم ليعرض جديد التحديات التي تخص الاستدامة والمناطق الخضراء إضافة إلى كيفية تحويل المناطق الصحراوية إلى مناطق سكنية خضراء إكسبو 2023 الدوحة للبستنا معرض دولي يقام للمرة الأولى في منطقة ذات مناخ صحراوي المعرض يمتد على مساحة مليون وسبعمائة ألف متر مربع وسط العاصمة الدوحة ويتوزع على ثلاث مناطق رئيسية منطقة ثقافية وأخرى عائلية وثالثة دولية بمساحة تزيد عن سبعمائة ألف متر مربع ويستمر المعرض لمدة ستة أشهر بمشاركة تزيد عن ثمانين دولة ومنظمة غير حكومية ويتوقع أن يستقرب أكثر من ثلاثة مليون زائر إننا نتطلع من خلال هذا المعرض العالمي إلى مبادرات وشراكات جادة تعيد الأمل لنا وللأجيال المقبلة بعالم يحفل بحياة آمنة ننشدها لجميع سكانه بلا تمييز أو تفضيل بهذه المناسبة فإننا نجدد الدعوة للمزيد من الحلول والابتكارات المبدعة الصديقة للبيئة في كافة مناحي الحياة والتي تتخذ نهجاً واقعياً يعني بالتنمية الاقتصادية الشاملة بحسب القائمين على المعرض فإنه يمثل تحدي وفرصة في ذات الوقت فرصة للبحث في حلول لمعالجة نقص المياه ومشاكل التصحر والتعامل مع متغيرات الطقس كذلك فإنه يعمل على الدمج بين التقاليد والتقنية الحديثة لتحقيق استخداماً متوازناً للموارد موضوع هذا المعرض صحراء خضراء وبئة أفضل يأتي في الوقت المناسب والسياق المناسب لقد دفعنا لاستكشاف الإمكانات المذهلة للطبيعة والإبداع البشري لتحويل المناظر الطبيعية القاحلة لتنظيم بئة مزدهرة ومستدامة البستنة لا تقتصر فقط على زراعة النباتات يتعلق الأمر برعاية الحياة وتعزيز التنوع البيولوجي والحد من التغير المناخي في عالمنا المتغير باستمرار حيث تلوح التحديات البيئية في الأفق المعرض يحمل شعار صحراء خضراء بيئة أفضل ويأتي تتويجاً لسياسات الدولة في توسيع رقعة الخضراء والتي تضاعفت أكثر من عشر مرات منذ العام 2010 وذلك مع توزع 143 حديقة عامة على كامل التراب القطري ليرتفع معها حصة الفرد من المساحة الخضراء من متر واحد إلى 16.5 متر مربع في العام 2023 مركز قطر للمال في العام 2023 يطلق مختبر الأصول الرقمية هذا المختبر الذي يدعم الابتكار في القطاع المالي كان لنا حديث مع الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال السيد يوسف الجيدة الذي تحدث عن هذا المختبر وأهميته سواء للاقتصاد القطري وكذلك جذب الرسميل الأجنبية للاستثمار في الدوحة تم إطلاق مختبر الأصول الرقمية مواكبة لستراتيجية قطر الوطنية 2030 ومواكبة لستراتيجية مصرف قطر المركز بخصوص التكنولوجيا المالية وأيضاً تحقيقاً لأهداف استراتيجية مركز قطر المال 2030 والتي سيتم الإعلان عنها قريباً طبعاً مختبر الأصول الرقمية هو أحدث الصيحات في قطاع الخدمات المالية اليوم الترميز أصبح قطاع مهم في قطاع الخدمات المالية للسماح بتجزئة الأصول المادية والغير المادية والسماح بديمقراطية الدخول إلى أسواق المال أهداف المختبر طبعاً هو السماح للمشاركين بعرض منتجاتهم وسيتم من خلال هذا المختبر توفير الدعم التكنولوجي وسيتم توفير الدعم اللوجستي للشركات من ناحية مساحات وأيضاً سيتم توفير الدعم التنظيمي لأن كثير من الممارسات الخاصة بعملية الترميز أو التوكنزيشن تخضع لشروط معينة وتم إطلاق اللوائح التنظيمية الخاصة من خلال مركز قطاع المال حتى نسمح لشركات الترميز وشركات الدي أل تي اللي هي العمليات المساندة وأيضاً شركات الكستوديونشيب أميني الحفظ لعملية الترميز وأيضاً شركات تداول الرموز في مرحلة لاحقة سيتم السماح بتداول هذه الرموز على أسواق ثانوية وبهذا أعزائنا المشاهدين تكون حلقة عين على قطر الأخيرة للعام 2023 قد وصلت إلى آخر محطتها نتمنى لكم عاماً سعيداً وكل عام وأنتم بألف خير هذا البرنامج برعية قبل 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 ق